تقع أهم حقول النفط في سوريا في الشمال الشرقي من البلاد معظمها في محافظة دير الزور ومنها في محافظة الحسكة ومحافظة الرقة حقول الرقة وحقول دير الزور التسعة باتت اليوم تحت سيطرة الدولة الإسلامية والقوى المحلية المبايعة لها باستثناء حقل واحد وهو حقل الورد والذي ما زال تحت سيطرة عشائر محلية أما حقول الحسكة فهي تحت سيطرة الأكراد والعشائر العربية الموالية لها في المنطقة أهم حقول دير الزور هو حقل العمر حقل العمر هو أكبر حقل نفطي في البلاد تصل قدرة استخراج النفط فيه إلى 75 ألف برميل يوميا ولكن الكتاب الإسلامية لم تستخرج منه حتى اليوم سوى 30 ألف برميل بحسب ما ذكر تقرير للمرصد السوري لحقوق الإنسان فمنذ استلاء الكتاب الإسلامية والعشائر على الأبار النفطية والوسائل البدائية تستعمل لاستخراج النفط وذلك من خلال الحرق العشوائي ما أدى إلى تعطل عدد من الأبار وتدني إنتاجها يضم حقل العمر أيضا محطة لتوليد الكهرباء تغذي قرى عدة في ريف دير الزور ومعمل للغاز ويتم توزيع هذه الكهرباء إلى المنطقة الشرقية من دير الزور وفي الرقة تملك الدولة الإسلامية أيضا مصفات لتكرير النفط في هذه المنطقة وبحسب تقرير المرصد السوري يجري توزيع النفط بواسطة الصهاريج إلى داخل محافظة دير الزور والمحافظات الأخرى القريبة ويباع هذا النفط إلى تجار محليين بمعدل 45 دولار للبرميل الواحد ولكن اليوم وصل هذا السعر إلى 12 دولار للبرميل الواحد وذلك بحسب الشروط الجديدة التي وضعتها الدولة الإسلامية والتي تشترط أيضا على تجار المحليين إعادة بيع النفط بحوالي 18 دولار فقط حسب ما ذكر أيضا المرصد السوري وهو طبعا يعني سعر متدني جدا مقارنة بسعر السوق السبب يقول المرصد كسب الشعبية في المنطقة إنما طبعا ومع هذه الأسعار المتدنية يبقى النفط مصدرا ماليا مهما للدولة الإسلامية فوفقا لعملية حسابية بسيطة يعني تجني الدولة الإسلامية من حق العمر وحده أقلها قرابة 360 ألف دولار يوميا إلى من يباع النفط بحسب المرصد السوري ونشطاء في المنطقة فإن الدولة الإسلامية تبيع النفط إلى تجار محليين يعيدون بيعه إلى مناطق المعارضة ومن التجار أيضا من يبيع هذا النفط إلى مناطق في تركيا تجار محليين في تركيا وهناك تقارير غير مؤكدة تشير إلى تسويات وصفقات تجري بين جبهة النصرة والدولة الإسلامية والنظام السوري لبيع النفط إلى النظام السوري مقابل تأمين الكهرباء وعدم قصف مناطق نفوذها تصرف عائدات النفط أيضا بحسب تقارير المرصد السوري رواتبا لأسر الشؤاداء في هذه القرى ولتغطية نفقات الاشتباكات والحرب كما يوزع بعض هذه العائدات على العشائر المحلية ضمن تسوية بين الدولة الإسلامية والعشائر التي بيعتها